مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن ألتقي بكم مجددا في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الحادي عشر في مجال القراءة قصيدة في يوم بدر الجزء الأول عزيزي الطالب يتوقع منك أن تحقق الأهداف التالية أن تعرف بشاعر القصيدة موضحا مناسبتها أن تستخلص الأفكار الرئيسة في النص أن توضح معاني المفردات في النص مشروحة ومستنبطة معلومات عن شاعر القصيدة ماذا نعرف عن شاعر القصيدة؟ في يوم بدر وهو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عنه عن الإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام من الشعراء المخضرمين أي عاش في عصرين مختلفين مناسبة النص الشعري في هذه القصيدة يتصدى شاعرنا كعادته للدفاع عن الدعوة الإسلامية في إطار الصراع بين المسلمين والمشركين وخاصة في معركة بدر الكبرى لذلك سميت هذه القصيدة في يوم بدر عزيزي الطالب أصغي جيدا للخراءة الجهرية لنقوم بعدها بشرح المعاني والأفكار يقول الشاعر عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الرق القشيب تعاورها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوبي فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذي لاعب فيه بصدق غير إخبار الكذوب بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب فلاقيناهم منا بجمع كأزل الغاب من مرد وشيب أمام محمد قد آزروه على الأعداء في وهج الحروب يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا حديث كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي عزيز الطالب بعد أن استمعت إلى هذه القصيدة دعونا نبحث ونناقش الأفكار الرئيسة ومعاني المفردات في البيت الأول عرفت ديار زينب بالكثيب ما المراد بكلمة الكثيب هي التل من الرمل وجمعها كثبان الكلمة الثانية كخط الوحي ما المقصود بخط الوحي وهو الكتابة والرق القشيبي المراد به الجلد الرقيق تعاورها بمعنى تتداولها يعني تهب عليها من كل جانب وكل جون بمعنى السحاب الوسمي وهو مطر الربيع فأمسى رسمها خلقا وأمست رسمها خلقا والمقصود به ماذا أثرها باليا أما الفكرة في هذه الأبيات فهي وصف ديار المحبوبة بعد هجرها ننتقل إلى المقطع الثاني فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيبي رد هنا بمعنى أترك وفي البيت الثاني وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب والكذوب هو المراد به المحبوبة بما صنع المليك غدا تبدر ما المراد بكلمة المليك؟ الله عز وجل أما بالنسبة إلى الفكرة الرئيسة في هذا المقطع فهي لا شيء يستحق الذكر غير يوم بدر المقطع الثالث غدات كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب غدات ما معنى غدات؟ الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس جنح الغروب كلمة جنح يعني الناهية في البيت الثامن فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب من مرد وشيبي ما المراد بكلمة مرد؟ بمعنى شباب أمام محمد قد آزروه ما معنى كلمة آزروه؟ بمعنى ناصروه على الأعداء في وهج الحروب كلمة وهج اشتعال ما الفكرة في هذا المقطع؟ الفكرة هي شجاعة المسلمين وحسن بلائهم في يوم بدر ننتقل إلى المقطع الأخير وهو الرابع يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ما المراد بكباكب؟ الكباكب المقصود بها الجماعات والقليب أي البير فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي ومعنى كلمة مصيب يعني على حق أما الفكرة في المقطع الرابع نداء رسول الله وخطابه للمشركين التدريبات اقرأ النص ثم أجب عما يأتي السؤال الأول بما استهل الشاعر قصيدته؟ والإجابة استهلها بالوقوف على الأطلال ووصف ديار المحبوبة السؤال الثاني ماذا يطلب الشاعر في المقطع الثاني؟ يطلب من نفسه ترك تذكر المحبوبة إلى الحديث عن أخبار نصر المسلمين في المعركة السؤال الثالث ما الغزوة التي استشهد الشاعر بها في النص؟ هي غزوة بدر الكبرى وقد تغنى بنصر المسلمين فيها أما السؤال الرابع بما وصف الشاعر جيش المسلمين في المقطع الثالث وصفهم بالأسود باتحادهم صغارا وكبارا ضد المشركين السؤال الخامس إلى من وجه رسول النداء في المقطع الأخير؟ وجه نداءه إلى المشركين بعد هزيمتهم موبخا إياهم لعدم تصديقه ننتقل إلى لغة النص السؤال الأول غدات كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب ما المعنى السياق لكلمة بدت في البيت السابق؟ بمعنى ظهرت السؤال الثاني استنتج معنى الكلمة التي تحتها خط ومضادها فيما يأتي فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيبي ما المراد بكلمة يبابا؟ بمعنى خرابا ومضادها عمارا أو عمرانا أمام محمد قد آزروه على الأعداء في وهج الحروب ما معنى آزروه بمعنى ناصروه مضادها خذلوه ننتقل إلى السؤال الذي يليه السؤال الثالث مستعينا بالمعجم مستعينا بالمعجم مستعينا بالمعجم ابحث عن المعاني المختلفة لكلمة وحي هناك عدة معاني لهذه الكلمة منها الإلهام الكلام الخفي قال الشاعر فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكائبي أوردت إحدى روايات النص كلمة حزازة بدلا من كلمة حرارة في البيت السابع استعينا بالمعجم لمعرفة معنى كلمة حزازة وقارن بين اللفظتين مع التعليل وقارن بين اللفظتين الحزازة وجع في القلب من غيظ أو حرقة والحرارة حرارة العاطفة واشتدادها ننتقل إلى الفهم والتهليل أذكر الفكرة الرئيسة لكل مقطع من مقاطع النص الأربع المقطع الأول وصف ديار المحبوب بعد هجرها المقطع الثاني لا شيء يستحق الذكرى المقطع الرابع نداء رسول الله وخطابه للمشركين السؤال الذي يليه من واقع فهمك للنص بما تفسر ماياته تغير ملامح ديار الأحبة تغيرت بفعل أوامل الطبيعة من رياح وأنطار وغيرها ثانياً رغبة الشاعر في الانصراف عن تذكر الأيام الخوالي لأن حدث نصر المسلمين في يوم بدر أولى بالاهتمام ننتقل إلى السؤال الذي يليه استكشف المعاني الضمنية استكشف المعاني الضمنية لما تحته خط فيما يأتي وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب بمعنى الخبر اليقين وهو الانتصار ببدر با بما صنع المليك غدا تبدر لنا في المشركين من النصيب تأييد الله للمسلمين بنصرهم في يوم بدر ثالثاً يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب كثرة القتلى بعد الهزيمة الكبيرة للمشركين أعزائي الطلاب إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم لا تنسوا العودة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس الأندلس والإجابة عن أسئلة اختبر نفسك في درسي في يوم بدر الجزء الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية